اخواني اخواتي حياكم الله اينما كنتم اليوم من خلال هاد البت غادي نحاول نتكلم على واحد الموضوع ذات اهمية كبرى وكي تعتبر واحد واحد ركيزة اساسية يعني كتعلق يعني كتعلق بمسألة قانونية الصفقة وهي المصادقة على الصفقة وهذا المصادقة هو واحد اجراء قانوني كي كتعرفوا بان الصفقة العمومية هي واحد العقود الادارية ما بين الدولة يعني الدولة بما فيها جماعات الترابية الجيات والاقاليم والعملات وايضا المؤسسات العمومية هاد المصادقة على الصفقة كتجي هي في اخر مرحلة يعني من بعد ما كتت الصفقات العمومية كما سبق لي وشرت لها في واحد المجموعة من الفيديوهات هي عبارة عن مراحل هو الصفقات العمومية اللي مخشي بيبليك ستان اللي مخشي بيبليك يعني من خلال طلبة العروض الاعلانات عن المنافسة يعني سواء في الجرائد المعتمدة باللغة العربية والفرنسية وكذلك في البوابة الالكترونية للصفقات العمومية فمن خلال هاد البت غادي نحاول نتكلم على اشنو هي المصادقة على الصفقة يعني الصفقة ما كتتكون يعني يعني ما كتكون صفقة نهائية وبطريقة رسمية وقانونية الا بعد الا بعد ان يتم عليها المصادقة من طرف السلطة المختصة فمن خلال هاد البت غادي نحاول نعرفوا اش كنا هي السلطة المختصة فهو قبل ما نتكلم على هاد هاد الاطار الخاص بالسلطة المختصة لابد من نشيل لواحد المسألة لان المشرع من خلال اه المرسوم الصفقات العمومية اعطى واحدة المجموعة من الضمانات للصفقات العمومية يعني اه من خلال طلبات الغروض من خلال المنافسة والشفافية ولضمان حقوق المتنافسين وكذلك اه مدى اه اعطاء حقية قانونية لابرام الصفقات العمومية فالصفقات العمومية ماشي هي دك ماشي يدك الصفقات انا غادي نهضر معكم واحدة اللغة مبسطة باش ما ندخلوش في ذاك ندخلوش في ذاك المساطر المعقدة ولكن غادي من خلال هاد البنت غادي نحاول نبسطها باسلوب يعني مبسط فهي في المادة مية واثنين وخمسين والمادة مية وثلاثة وخمسين يعني الباب التامين من مرسوم الصفقات العمومية او الاطار التنظيمي بالنسبة للمؤسسات العمومية التي لها قانون خاص بها او اطار خاص بها لتمرير الصفقات فا اه من خلال هاد البندين يعني لا تعد صفقة نهائية الا بعد المصادقة عليها ثم وهذا هو المشكل اللي كيتوح فيه واحد المجموعة من من المؤسسات العمومية او الترابية وهي لا يجوز اعطاء امر بالخدمة او لا يجوز البدء في انجاز الصفقة بدون المصادقة عليها فهذا كيتوحة الخرق للقانون وخرق للمساطر او الاطار التنظيمي لتمرير الصفقات العمومية حداري ثم حداري وهدي نصيحة كان اعطيها الاخوان المقاولين والمقاولات واصحاب الشركات كل ما هو في الامر لا يجوز كان عودها وكانكررها لا يجوز انجاء البدء في انجاز الصفقة بدون المصادقة عليها فالمشريع اعطى واحد المجموعة من ضمانات للمتنافسين المشاركين في طلبات العروض منها مبدأ المنافسة ثم يعني التساوي لدخول طلبات العروض والتساوي ايضا لدخول نفقات الدولة او ما يسمى لكسي لقالي تدكسي على كومونت بيبلك فمن خلال هاد البدء غادي نحاول نعرف بمبدأ المصادقة على الصفقة يعني الصفقة ماشي هي تلك الصفقة اللي من خلالها اللي جنة كتقوم بتقييم والدراسة ثم كيتم ارصاها على واحد المتنافس اللي كيصبح هو نائل صفقة ولكن كتجي المصادقة على الصفقة هي اخر مرحلة لابرام الصفقة وهذه الصفقة تعتبر بمثابة عقد اداري بين المتعاقدين من جهة الادارة في ممتلها القانوني السلطة المختصة هات السلطة المختصة كتكون بالنسبة لمؤسسة عمومية اما مدير عام او من ينوب عنه بواسطة قرار تفويد واذا كان سميه التفويد في المرفق العام او من جهة اخرى بالنسبة للجماعة الترابية الجهات العمالات والاقاليم يعني هناك يكون السلطة المختصة حسب مبالغ الصفقة كيكون وزير الداخلية ما قبل يعني ما قبل القانون قانون من دين الجهات كان وزير الداخلية هو الذي من يصادق على الصفقة اذا ما كان مبلغ الصفقة يجوز عشرة المليون درهم وإلا كان المبلغ دير الصفقة يتراوح ما بين جوج حتى العشرة المليون فهناك كل والي هو الذي يصادق على الصفقة وإن كان مبلغ الصفقة يقل عن جوج المليون درهم فعامي الاقليم هو الذي يصادق على الصفقة اما بالنسبة للمؤسسات العمومية كما سبق لي انشرت كيكون يعني اه هناك تفويد الواحد اه امر بالصرف بالتفويد لسوزوغدوناتر او الامير بالصرف لغدوناتر يعني هاد الامير بالصرف المفوود له لسوزوغدوناتر كيكون عنده واحد واحد الصقف في تمرير الصفقات واحدة المصادقة عليها يعني لا يمكن له ان يتجاوز ذلك الصقف وإن تجاوز الصقف فلن يسمح له الاطار التنظيمي لتفويدات حسب القانون واحدة ستين تسعيد وتسعين المتعلق بلا رس بوصوليليتي ديزوغدوناتر اي ديزوغدوناتر هذا كان ما بين اه يعني اه قوسين ولكن كيبقى اه الاختصاص حسب حسب التفويد فإلى كان المبلغ ديال يعني اه مبلغ او قيمة السفقة كتدخل في اختصاص ذلك الامير بالصرف بالتفويد فلا بأس كيصادق على 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 الصفقة وكيعطي امر بالخدمة واذا كان اه يعني مبلغ الصفقة اه كي يجوز يعني اذا كالسقف المحدد فهنا كيبقى لغ دوناتر كيكون دك اما مدير عام او اه كيكون هو الذي يصادق على الصفقة. دونك هنا يا هير لي خس الاخوان ديرنا يعرفو باش ميتحوش في واحد المشكل حداري ثم حداري يعني اخوانا المقاولين والشركات لا يجوز انجاز الصفقة او البدع في انجاز الصفقة بدون المصادقة عليها. لما جدكم شرسالة تعلنكم بان المر بان الصفقة تم المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة. فحداري ثم حداري. ولو كان هناك امر بالخدمة. فهذا اه الاجراء امر بالخدمة بدون المصادقة على الصفقة. كيكون اه اجراء غير قانوني. وهاتش كان اه يعني كان اه كانت واحد المجموعة ديال ديال مشاكيل اللي جات في اه يعني في ملاحظات قوضات مجلس الاعلى اه للحساب. للحسابات. مجلس الاعلى للحسابات. قوضات مجلس الاعلى للحسابات. اه اللي اه تبين من خلال اه المراقبة ديال واحد المجموعة من المؤسسات العمومية. واحدة الجماعات المحلية. والجهات. تبين بان هناك في بعض الاحيان ماشي كلهم. هناك اه استغفال لهاتي المسترة التي يعني تعتبر مسألة اساسية المصادقة. لان اشنو هي المصادقة على الصفقة? هي اه هي بمثابة شهادة ميلاد تلك الصفقة بصفة رسمية وبصفة قانونية. ولها اطار قانوني بما بما لها ملتزامات للدولة وامتيازات للمقاول او الشركة صاحبة او نائلة الصفقة. كما اه من خلال هاد الابت نحاولونا نعرفوه واحد المسألة وهي الاجال. وهاد الاجال كتبقى واحد المسألة مهمة. اولا كين واحد الاجال ديال خمستاشر يوم. لي من خلاله اه السلطة المختصة ما كتصدق على ذاك الصفقة الا بعد مرور اجال ديال خمستاشر يوم. علاش? علاش هاد الاجال ديال خمستاشر يوم? لان تحسبا لأي شكاية او طعن في المسطرة او مايه او شكاية تنبه صاحب المشروع بان هناك شبهات او هناك خرق في المسطرة المتبعة من طرف لجنة طلبات العروض او هناك اه عدم احترام المساطير كما حددها قانونة الاطار التنظيمي للصفقات العمومية من خلال البونت الساة وثلاثين سبعة وثلاثين تمانية وثلاثين ربعين واحد واربعين حتى البونت مية واثنين وخمسين ومية وثلاثة وخمسين. من خلال هاد اه تقديم لابد من منشير هاد المسألة هدي لانه اه كي تعتبر عدم المصادقة على السافقة يعتبر خرق للقانون وبالتالي كتكون هديك الشركة او هديك المقاولة كتدخل مش كلي كي يضيع كتضيع هديك المقاولة لانه اشنو هادك هادك المرشي هودك الصدق هودك الصفقة كتبقى يعني هنا كي يوقع خلاف ما بين الامير بالصرف والخازن المكلف بالاذا علاش لانه يعني الموافقة او المصادقة على الصفقة لم تتم في وقتها وتم البدء في انجاز الصفقة بدون اه المصادقة عليها فمن خلال الاجال كي قلنا هادا كان ما بين قوسين من خلال الاجال قلنا خمستاشر يوم هاد الاجال ديال خمستاشر يوم لابد لابد من السلطة المختصة احترام هاد الاجال قبل المصادقة على الصفقة كي يقولكم تحسبا لأي طعن او شكاية يعني حول مدى بعد الشبهات او بعد العيوب او شي حاجة اللي لحظة واحد المشارك او المتنافس واللي قام بالطعن في المصطرة المتبعة من طرف لجنة طلبات العرض ثم كي يجي الاجال ديال خمسة وسبعين يوم هاد الاجال ديال خمسة وسبعين يوم هاد الاجال ديال خمسة وسبعين يوم اللي من الناحية القانونية خاص يتم المصادقة على الصفقة خلال هاد الاجال ابتداءا من يوم فتح طلبات العرض في حالة هذه بالنسبة لجميع الصفقات ما عدا الصفقة الاستثنائية اللي المصادقة عليها كيتم ابتداءا من تاريخ الامضاء عنها هادي كي بقى واحد حالة استثنائية واحد النمط ديال الصفقات العمومية وهي الصفقات التفاوضية لعندها واحد الاستثناء واحد الاجراء خاص بها وما كيدخلش في هاد الاجال ديال خمسة وسبعين يوم هذا اه يعني كا اه اطار تنظيمي لهذا النوع من الصفقات ما عدا الى اه 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 او لجنة اه او لجنة اه او لجنة طلبات طلبات من صاحب المشروع تمديد الاجر لان ربما لظروف اه يعني صعوبة اه تقييم ودراسة الملفات او اه اللجوء الى تقنيين اه حتى اه اه يتموا الترصي على نائل صفقة من خلال المطابقة للمواصفة التقنية لما جاء به دفتر التحمولات الخاصة فهذا الحالة يعني لما تردوبراج او صاحب المشروع كي يطلب من ذاك المقاول برسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل بتمديد اه العرض ديالو لمدة ثلاثين يوما حتى اه يعني تكتمل اه الدراسة والتقييم فهذا الحالة كان هذه الامكانية لان تل مشروع الاطار تنظيمي للصفقات العموم من خلال المرسوم ومن خلال القانون المنظم لمؤسسة العموم ليعطى هذه الامكانية هذه الامكانية اللي يعني سواء بالنسبة للإدارة وبالنسبة المقاولة او الشركة لان الشركة يلشف ترسها بان هذاك العرض ديالها يعني مازال يتماشى والاتمنة ديالو مازالت تتماشى فكيقبل وكيكون ماشي مشكل يعني باش يمدد الاجال ديال 30 يوم دونك اه هنا اه الى هذا الحد اه كنكون يعني استعرض جميع اه يعني اه المصادق على الصفقة الاهمية ديالها والشروط ديالها لانها من بين الشروط هي باش تكون اه يعني الصفقة اه دز من عدة مراحل المنافسة اه يعني اه 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 قرار اه لجنة طلبات العروض حسب الاطار تسنظيمي للصفقات العمومية وكذا الاطار تسنظيمي بالنسبة لمؤسسات العمومية ثم اه الى اه اه اخر ثم اه كيكون المصادقة على الصفقة هي اخر مرحلة تعتبر بمش بشهة بمتابة شهادة ميلاد الصفقة بصفة شرعية وبصفة قانونية وكان الغرض من هاد الفيديو او هاد الشريط او من خلال هاد البت هو اه توضيح هاد الاجراء قانوني وكما سبق لي اه طرحت عدة اشكاليات من هاد النوع من خلال الصفحة ديالي اللي اه فاتحة في في الفيسبوك واللي اه اعطيتها اسم ديال المخشي بوان اما فمن خلال اه هاد الصفحة كان حاول نطرح واحد المجموعة من الاشكاليات واحد المجموعة من اه من اه من الامور اللي كانت تعلق بالاطار تنظيمي للصفقات العمومية امطلاقا من التجربة المهنية وتقاسم ايضا الاشكاليات لصدفتنا في المصار المهني وكذلك اه اه محاولة يعني اه اعطاء واحد المجموعة من المعلومات التي اه لها اه اه اطار تدخل في الشق القانوني للصفقات العمومية طريقة الولوج اليها طريقة ابرامها ثم اه كيفية نيل الصفقة فاذا اعجبكم الفيديو ديروا لي لايك ومنكم من لم يشارك في القناة فعليه ان يشاركوا هذا فضلا منكم والى اللقاء في حلقة مقبلة ومع موضوع اخر باذن الله وشكرا